السلام عليكم ورحمة بكم من جديد على قناتي وقناتكم من قناة السعدية وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية وصفتنا لليوم هي عبارة على حلوة بيعجينة واحدة بنكهتين مختلفين كل وحدة يعني بمذاق مختلف وشكل واحد تقريبا غير وجدها معاكم بالياغورت كما كتشوفوا هاد الايام هاد الحلوة دارت ضجة على اليوتيوب المغربي لكننا غير زيد فيها واحد للمسة خاصة بيه اللي غير وجدها معاكم بالهاشوار جميع المكونات السائلة غنخلطها في هاد الهاشوار وغنحصلوا على وحدة النتيجة اللي هي رائعة وكذلك كتربحوا المجهود وكتربحوا الوقت واقتصادية في نفس الوقت نتمنى من كل قلبي ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينالي استحسن ديالكم وما تنسونيش من اللايكات والبرتاج ويلا بغيتون الوصفة بقاو مع فيديو حتى الاخير اذا بسم الله على بركة الله غنوجدوا العجينة كما كتشوفوا غنحتاج الهاشوار بالنسبة لي ما كيتوفرش عليه ممكن تديرو الخلاط الكهربائي غنحتاج جوج بيضات من الاحسن يكونوا بحجم الكبير باش نحصلوا على واحدة الكمية كبيرة ولا كثيرة من هاد الحلوة غنوضحون في هاد الهاشوار ومبعد قبيصة ديال المحلي تعديل الدوق وصاشي ديال الفاني ممكن تديرو التجوج اكياس على حسب بيلا بغيتون نكهة تكون قوية وبعد غنضيف واحد لياغورت بنكهة الفانيليا ممكن تعوضوه بنكهة البانان انا هو درت بنكهة الموز حيث ما متوفرش عندي بنكهة هاد الفانيليا بنفس العلبة غنعبر بيها جوج علب ديال السكر وجوج علب ديال الزيت كما كتشوفوا مورا ما اخويت الياغورت عبرت بيها دوك المكونات الاخرين من بعد غنضيف ثلاث ملاعين كبار ديال النشا والميزينة ممكن تعوضوه بودرة كخيم باتيسياء في حالات ما متوفرش عندكم منشا في حالات ما متوفرش انشا نهائيا ولا كريم باتيسير ممكن تعوضوها بالدقيق غير نشاط دور ديالو كيعطيها واحد لها شاشة رائعة جدا لهاد الحلوة وكتجخفي فبزا كنخض المكونات ديالنا بالهاشوار مزيان مع بعضياتهم حتى كنحصلو علي واحد لقوام متجانس ومن بعد غنسكبو في الإناء من الأحسن يكون الإناء كبير باش نزيدو له باقيات المكونات اللي هي الدقيق وخميرات الحلويات إذا كنماشتو معايا يعني ربحت الوقت وربحت المجهود ضغيطة يخلط دوك المكونات كامل مع بعضياتهم وحصلت على واحد لخاليط متجانس يعني ما غنحصلش عليه لستعملت ليدين ديالي غنسكبو هنا في واحد القصرية ممكن تديروه أي حاجة يعني شي بول يكون كبير من الأحسن يكون كبير ومن بعد غنضيف الدقيق الدقيق غنعبره بنفس العلبة وغنعطيكم شحل ديال العلب اللي استعملت ولكن أنا كما كتلكم دائما الدقيقة وخان نعطيكم الكمية راه ممكن أنكم تضيفوا أقل أو أكتر على حسب حجم البيض المستعمل والنوعية الدقيق المستعمل حيث كين اللي كيشرب السوائل وكين لا المهم في الأول ضفت ثلاثة العلب ممسوحة ديال الدقيق أبيض يكون النوعية جيدة خاصة بالحلويات وجوج أكياس ديال الخميرة للحلويات كل كيس عفون كي وزن ثمانية جرام أي في المجموع ستاشر جرام ومن بعد كندخل دقيق في الخالط ديالنا كيما كتشوفوا مكان عجلس غير بيد ديال كنحاول ندخل شوية بشوية ذاك التقيق حتى كنحصل على واحد القوام متجانس ومن بعد كنزيد باقية أو للكمية الأخرى من الدقيق المهمة نتقريبا نخدم معي سبع علب ولكن تمارها ممكن نخدم معاكم كتر كماشتم معي نضفت هنا تقريبا وجوج علب وغا نحاول نعجن العجينة ديالي وكيما كتلكم أنا مكان دلكوش غير بالأصابع ديال يدين كنحاول نمزج هذا كالدقيق مع العجينة إذن هنا كما كتشوفوا في العزة دراوصلنا دبستة ديال العلب العجينة ديالنا بدت كتتماسك هنا غنضيفو العلبة الأخيرة اللي هي سبع علب البناث ومثنين باش نعرفو القوام ديالنا أو اللي حصلنا على القوام مطلوب العجينة خصتها تكون مرخوفة وما كتلتاسقش باليدين حاولوا دائما يعني تكونوا تغسلوا يديكم أو لليد الأخرى اللي ما كتخدموش بها تمثلوا عجينة إلا بنت ليكم خفيفة وفي نفس الوقت ما كتلتاسقش باليدين حبسوا هنايا إضافة الدقيق باش ما تجيكمش قاصحة وتجيه شيشة بزاف من بعد كان نكور العجينة ديالي وكان وضعها في واحد الصينية ديال الفورن اللي فرش فيها ورق الطبخ لما بتفرشوا على ورق الطبخ ممكن أنكم تدهنوها غير بقليل من الزيت رغم ما كتلتاسقش بالصينية نهائيا صافي بنسبة الحجم ديال الكويرات رانتوما اللي كتتحكموا فيه أن الحجم اللي هو متوسط سرحبا و بالنسبة لطريقة الطهي راها طريقة عادية كما أي حلوة كان طيبه يعني طريقة أي حلوة أخرى سنصخل الفران على درجة 180 و مرة ما ندخل الصينية ديالنا ممكن تسناهول ولي سيصخل ومرة ما ندخل الصينية ديالنا كنخلي الفرن شعر غير من الأسفل فقط حتى كتطيب الحلوة ديالنا عادت كنشعل الفوق بسبب طريقة تطهيف الفرن الغاز أنا رأيها طيبتها بفرن الغاز نفس الطريقة لبنات غير هناية للفرن الغاز خليوه الحرارة تكون في أدنى درجة وحتى كي يسخر الفرن ديالكم عد دخلوه الحلوة ديالكم الفرن ونفس الطريقة نخليوه غير تحت ولي شاعل حتى كالطيب من تحت عد كنشعلوه الفوق وكنطفيو الأسفل ونخليوها تتحمل ونخرجوها المهم هنا كيما كتشوفون بعد ما كورت العجينة ديالنا كاملا لبنات كان ندير واحد طقب في الوسط للاستعاني بأي أداة عندكم أولا بالأصبع بها الطريقة ولكن حاولوا تديروا أصبع ديالكم اتمنى بدوه شوية دقيق عاديك الساعة تديرو هات الشكل المهمة لبنات هنا مورة ما دخلتها كتنوغيشي شوية را كتعاودة لبنات تنتفخ هاتيك الحلوة وهادك الطقب كيعاود يطلع حاولوا تاخدوا شيء أداة أولا بالأصبع ديالكم كتعاودوا تديرو الحفرة في الوسط باش هكيا كان حصلوا على شكله وزوين المهمة لبنات يلا مدهتوش هات طريقة را غطلع عليكم الحلوة ديالكم وتخرج كلها مكورة وما فيهاش نهائيا هات طقب في الوسط المهمة هنا لبنات من بعد ما طابت الحلوة ديالنا والتحمرات كيجي شكل ديالها هو هذا را كي ماشتوا معي را درجوش صينيات صينيات كبيرة وصينية متوسطة هنا غنقسم هاد الحبات على جوج على جوج ديال المجموعة المجموعة اللولة تزين ديالها غايكون فشكل والمجموعة الثانية تزين اخر باش نخرجوا جوج نكهات مختلفين مهمة انا حسبت قريبة الحبات وقسمتهم بالتساوي هنا غنوجد معكم الشكل الاول بالنسبة لنكه اللولة او الجزء الاول غننكه بالمربة ديال مش مش انا هنا عبرت معاكم شحل ديال الكون فيتشير درت هنا المربرة خاصة بالحلويات كي يكون كله مطحون مزيان درت كاسي لاروبع ديال المربة مع نصف كاس ديال الماء واحد الكيس ديال يعني سكر المنكه بزهرة بورسوقة يعني ديال الزهر ودرتهم فوق العافية وتسنيت حتى طلعت فيها الغلية وحسبت تقريبا واحد دقيقة عد زولتهم من فوق النار واخدت هنا الكوك الكوك اللي حمرته مزيان والكاراميل لو لا نسلي كاراميل ممكن تحضرون الكاراميل المنزلي هنخليكم جوج روابط في صندوق الوصف في جوج طرق مختلفين وديك ساعد انتم ما ممكن تستعملوا اي طريقة المهم هذي كلاسوس من بعد ما طابت وهي مازال سخونة والحلوة ديالة راه بردت تماما يعني الحلوة راه باردة ولكن اللاسوس راه سخونة مزيان ما كنخليهاش طول في هذيك اللاسوس لانها ممكن تشرب بزيف و تجيه شيش اكتر من القياس المهم هنا كان من المذهف هذيك الكوك اللي محمر صراحة يجي الماداق دياله رائع جدا ومختلف على الكوك العادي ونفس الطريقة كنكمل بها الحلوة ديالة كاملة كندير ربعة بربعة البلات باش تغيط غيط غيط كل وحيدة ولكن اللاسوس ديالكم الى بردت ممكن انكم تخليوا شوية تخليوا الحلوة ديالكم تشرب هذيك هذيك السيرو عاديك الساعات تخرجوها او لا تحيدوها من السيرو او لا من هذي اللاسوس وديروها في هذي الكوك حيث من لي كتكون اللاسوس سخونة رد غيط 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 كتدخل معها الحلوة وكتشربها الحلوة وكتعطيكم واحد الشكل اللي هو زوين ولكن لطولة راه ممكن انها تخسر وتجيه هشيشة فوق القياس المهم هنا هذي واحد الكيمية قلية اللي شاطلية يعني العبار اللي اعطيتكم فهو مضبوط يعني ما غيبقاش لكم بزاف من اللاسوس بالنسبة للزين اغان عمروه كذلك هذو كل حفيرات بسوس كاراميل انا استعملت نيستري كاراميل الى بغيتوا اللاسوس توجدوها في الضروجيكم اقتصادية بزاف رغن خليكم جوج ديال الروابط جوج ديال اللاسوس مختلفين كلهم كيجو لداد وكيجو رائعين بزاف وفي نفس الوقت كيبكت لكم كيجو اه اقتصادين اذا هنا بنسبة الحلوة اللي كنت درتها في يعني اللاطة التانية ولا السينية التانية راح طابط غنزيتها على الاخرى هنا اخذ ديتك سوى نص ديال الحليب غنزيت له واحد العلبة ديال كاكا والحلو او اللي ديك بودرة الشوكولاتة اللي كنطيفوها مع الحليب غنخلطهم جيدا مع بعض اياتهم وغنمدعوهم على نار حتطلع فيه الغلية وانتسنت قريبا ثانية واحد ثلاثين ثانية عاديك ساعة غنزولها من النار وغنزينها كذلك هنا بالكوك الكوك عادي ما غنحمروش ومن لطب لاصوس ديالنا غنزيد 6 قطع ديال الشوكولاتة هاد لطب او لهاد المرحلة اختيارية ولكن صراحة كنفضلها حيث كتخلي لاصوس ديالنا كتجي تقيلة وزوينة بزاف المهم لاصوس ديالنا وهي سخونة غنحاول يعني نغتص فيها هديك الحلوة والحلوة بطبيعة العقس تكون باردة دائما واحد فيهم خاصة يكون سخون والتاني يكون بارد المهم هنا بسرعة كنزول ديال الحلوات ديالنا من الاصوس وكان من مدهوم في الكوك مزيان مزيان صراحة هاد الحلوة كتجي خطيرة ولديدة ولابيتو هاد جيجا واعرة من الاحسن نضيفوه مع ديالاصوس ضيفو واحد الكيس ديال القهوة تسريعة الدوابان فكتعطيها واحد المداق خطير جدا ولديد بزاف خصوصا لعشاق القهوة اذا نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الكيميا المتبقية عندي ونعود اتلاقها معكم انا اخذت واحد الكيميا من بديل الشوكولاتة انا اخذت نوعية غالا لانه ما غنضيفوه لها التحجم اللي كندوبوه هكا جي سائلة وكيكون سهل ان نخدمو بها كناخد دكسورينغ او من بعد كان عمردوك الحفيرات بواحد الكيميا من الشوكولاتة بالنسبة لي ما متوفرش على هؤلاء اللي ما عندهاش هاتسورينغ اتخذو غير كيس بلاستيكي يعني بلاستيك عادي ياخدون بها او لابوش راه كيجيع عملي احتهية اذا هذا هو الشكل نهاي ديال الحلوات ديالنا كيجيزويني بزاف ورائعين وكيما كتلكم درناهم بجوج ديال الماداقات مختلفين هوش كل واحد وعجينة وحدة لكن صراحة كل وحدة مختلفة على الاخرى وحدة كتجي شيشة بزاف فوق القياس وبماداق الشوكولاتة والتانية كتجي شوية قبطة فراصها وبماداق الكوك والكاراميل فكتجي غزالة بزاف ورائعة نتمنى من كل قلبي ان هذه الحلوات عجبكم واذا عجبتكم لا تدخلوش عليا باللايكات والبرتاج سوف نحاول نوريكم كيفية تجي كل وحدة سوف نتقاسم معاكم كيفية تجي من الداخل وماكي ماشته معايا جوش كيلات زويني بزاف وبنسبة الأولى هي بنوكهة الكاراميل كجي شوية من قرمشة والتانية اللي هي بماداق الشوكولاتة واللي درناها بالكوبيل والحليب هادي ضرورة البنات تديروها فشي بواطتكم محكمة الإغلاق ودخلوها في تلعشة لانه هاديك العصوص درنا فيها الحليب باش ما تخسرش معاكم وتحتفظوا بها اكبر وقت ممكن وكي ماشته ركت جيه الشيشة بزاف هنا وصلت النهاية دي الفيديو نتمنى من كل قلبي انه يعجبكم بزاف ما تبخلوش عليا باللايكات ونخليكم الى فيديو والى فرصة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته